اهلا بحضراتكم في موجز اسادسة من التلفزيون المصري كل عام وانتم بخير وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بموصلة تطوير الى آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عن وتعزيز جهود حوكمة منظومة اجراءة التسجيل وتيسيرها بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وصرح متحدث الرئاسة بان الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقاري وابنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات ووجه سيد الرئيس في هذا الاطار بتخصيص قطعة ارض في منطقة السادس من اكتوبر لانشاء مجمع محاكم يخدم اهالي المنطقة كما وجه الرئيس باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على املاك الدولة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الاوقاف من اجل صون ممتلكات الهيئة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاوقاف والعدل ووجه الرئيس بموصلة هيئة الاوقاف لجهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره وسرعة انهاء الاجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم العوائد الخاصة به وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الاوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الاوقاف فضلا عن تدريب وتأهيل الائمة واجه الرئيس بالاسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الائمة الاكثر نبوغا لاعدادهم على اعلى مستوى علمي وفكري ومهني وذلك لتكوين جيل جديد من المفكرين الدينيين وصانع الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير مع اعداد برامج في اللغات الاجنبية لصقل الائمة الوافدين الى الخارج وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الاساسية في الدولة وذلك بالتنصيق مع الاجهزة الحكومية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد وذلك الى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء اركان حرب كرم سالم رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وتم استعراض مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية في مجالات الصحة والاسكان والريء والكهرباء الى سير العمل في استصلاح الاراضي بالمرحلة الثانية في مشروع تشكا في منطقة جنوب الوادي التي تهدف الى زيادة مساحات الاراضي الزراعية انتهى موجز اسادسة من التلفزيون المصرية شكرا لحضراتكم لتيب المتابعة ودمتم في امان الله كل عام وانتم خير اشتركوا في القناة